اشتركوا في القناة بجميع التفاصيل الصغيرة والكبيرة إن كنت لا تشارك بعد في القناة فأنصحك بالاشتراك الآن وتفعيل زر الجرس من أجل أن تتوصل بجميع الدروس التي أقوم بنشرها هذه الدروس سوف تجعلك تحقق الكثير من المبيعات استكمالا لدورتنا دورة البراند ايبول دومين كنا قد تعرفنا على مجموعة من العناصر المهمة قمنا بالتعرف على معلومات قيمة جدا سوف تساعدكم وسوف تبني لكم عقلية صحيحة من أجل الاستمرار معي في اقتناص دومينات براند ايبول جيدة جدا كنت في أحد الدروس ذكرت لكم أن من أهم العناصر التي يجب عليكم اعتمادها عندما تقومون باختيار أسماء براندات هو أن تقوم باختيار أسماء براندات تعتبر سهل في النطق وسهل في التذكر لنفس العناصر مثلا أنك تمتلك دومين اسمه fordano.com fordano.com هو دومين يعتبر سهل في النطق وسهل في التذكر لكن المشكل هو أنه هل سوف تقوم بكتابة fordano بهذه الطريقة أو أنك سوف تقوم بكتابتها بهذه الطريقة أو أنك بكل بساطة سوف تقوم بكتابتها بهذه الطريقة فكما ترى فجميع هذه الكلمات تقرأ fordano يعني أي شخص منكم سوف يقوم بقراءتها fordano.com هذا الأمر هو ما سوف نقوم بالتحدث عليه اليوم والذي هو كيفية إجهاز الراديو تيست ماذا نقصد بالراديو تيست وكيف ممكن أن نقوم بالابتعاد عن أشياء مثل هذه تقوم بتضييع علينا المبيعات وبالنسبة للشركات تقوم بتضييع لها الطرافك الخاص بها سوف تتعرف معي على جميع هذه العناصر إن شاء الله بعد مشاهدتك لهذا الفاصل الإشهاري إذن هذا الفيديو هو برعاية موقع name silo name silo هو أحد المواقع المعروفة جدا في مجال تجارة الضمينات حيث أنه يعتبر أحد الرجسترار المعروفين جدا في هذا المجال يوفر لك أتمنى في المتناول يوفر لك استضافات VPN ومجموعة من الأدوات التي تفيدك في البيزنس الخاص بك وأيضا التي تفيدك في مجال تجارة الضمينات موقع name silo أيضا يمكنكم شراء منه الضمينات بأتمنى رخيصة جدا وأي شخص قام بشراء ضمين باستعمال موقع name silo وقام باستعمال الكوبون التخفيض الذي سوف يظهر لك الآن في الشاشة والذي هو ميستر كحل فسوف يحصل على فيديو مهم جدا يشرح لك كيفية إيجاد الألاف من الزبائن المحتملون في وقت سريع وسريع جدا أي شخص قابل باشتراك الضمي باستعمال هذا الكوبون فقط قم بمرسلتي على الإيميل الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو أو سوف تراه هنا في الشاشة إذن بعد أن تعرفنا على موقع name silo سوف نمر الآن إلى الشرح العملي إذن مرحبا بكم مرة أخرى على قناة مستر كحل اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن pass the radio test ماذا نقصد بpass the radio test بكل بسطة هو أنك لو قمت بأخذ الضمان الخاص بك والإسم الخاص بك وقمت مثلا وضعه في الراديو هل الشخص الذي سوف يقوم بسماع هذه الكلمة أو هذا الضمان الخاص بك هل سوف يقوم بكتابته بالشكل الصحيح مثلا لو كنت تمتلك ضمان اسمه monodo.com monodo.com هو ضمان يعتبر يعني يقوم بإجهاز خاصية الراديو تيست أي أنه ليس بأي مشكلة في الكتابة لكن هناك بعض الكلمات وهناك بعض الحروف وهناك بعض العراصر التي يجب عليك أن تأخذها بين الاعتبار لكي لا تسقط في هذا الفق فهذا الأمر هو مهم جدا حتى تقوم باختيار أسماء براندات وأسماء ضمينات يعني تحترم هذه المعايير حتى تقوم ببيع الضمان الخاص بك لأنك إن قمت باختيار ضمان لا يقوم بإجهاز خاصية الراديو تيست فهنا ممكن جدا أنك لن تقوم بتحقيق مبيعات لأن هذا الشخص الذي سوف يقوم بأخذ هذا الضمان منك سوف يفقد العديد من الزبائن المحتملون لأنه عندما سوف يقوم ببناء البراند الخاص به وبناء قاعدة جماهير فمن الممكن جدا أن يقوم بفقدان العديد من الزبائن وفقدان العديد من الطرافك فقط لأنهم سوف يقومون بكتابة الإسم الخاص به بطريقة خاطئة كما رأينا في المثال الذي شاهدناه قبل قليل يعني فرضان يكتب بثلاثة طرق مختلفة اليوم إن شاء الله سوف أريك العناصر التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار حتى تقوم بإجهاز خاصية الراديو تيست بعد العناصر قد سبق وأن قمت بالتحدث عنها سابقا في مجموعة من الدروس وبعدها جديدة بالنسبة عليكم لذلك يجب عليكم التركيز كلين هذا الأمر أيضا ينطبق على الضمينات التي تعتبر صعبة في النطق فصعوبة النطق لا تقوم بإجهاز خاصية الراديو تيست لكن هذا الأمر واضح جدا وقد سبق وأن قمت بذكره فالضمينات التي تعتبر صعبة في النطق فهي غير جيدة بكل بساطة لكن على الأقل حتى الضمينات التي تعتبر سهلة في النطق فيجب عليكم أخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء حتى تقوموا باختيار أسماء براندات وأسماء ضمينات تعتبر جيدة جدا أول معيار معنا هو عدم استعمال الداش أو الهايفن وهذا الأمر لقد تحدثوا عنه مرارا وتكرارا الحمد لله العديد منكم أصبح يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار يعني أنه لم يعد يستعمل الداش في الضمينات الخاصة بك لأنك عندما سوف تقوم بمثلا قراءة هذا الضمينات في الراديو وتقوم بقراءة مثلا راديو الداش تيست فهنا من الممكن جدا أن تقوم بفقدان العديد والعديد من الزبائع المعيار الثاني هو عدم استعمال الأرقام أو الكلمات القريبة منها ماذا نقصد بهذا؟ فأولا الأرقامنا دائما لا أنصحوا بأن تقوم باستعمال الدمينات التي بها أرقام وحروف في نفس الوقت وكذلك عدم استعمال الكلمات القريبة منها ماذا نقصد بكل هذا؟ مثلا كما ترى أمامك مثلا عندما تقوم باخسيار الدمينات مثلا اسمه TO فكما ترى ممكن أن تقوم بكتابة TO بهذه الطريقة يعني TWO ممكن أن تقوم بكتاباتها مثلا TO ممكن كتابتها TO فكما ترى فTO ممكن أن تقوم بكتابتها بالعديد من الطرق نفس الأمر بالنسبة ل four نفس الأمر بالنسبة ل eight كما ترى بأن هناك العديد من الكلمات التي تعتبر قريبة بعد الشيء للأرقام لذلك لا أنصحك أبدا بالاشتغال على ضمينات تعتبر قريبة من هذا الأمر أمر آخر هو أنك وبكل بساطة لا أنصحك أبدا باستعمال الاختصارات فالاختصارات أيضا تقوم بتضيع الترافيك بالنسبة للشخص الذي سوف يقوم بشراء الضمين منك وأيضا سوف تجعلك لا تقوم بتحقيق مبيعات لأن الزبون بكل بساطة لن يريد أن يقوم بتضيع ماله على أشياء سوف تفقده الزبائن ذلك لا أنصحك أبدا بأن تقوم باختيار أسماء براندات أو أسماء ضمينات عليها اختصارات أتمنى بأن هذا الأمر واضح جدا أمر آخر هو أنك لا يجب عليك أن تقوم باختيار أسماء براندات يكون فيها حروف يعني تعتبر متشابهة في النطق مثلا حرف F كما ترى فF ممكن كتابته بF العادية وممكن كتابته بPage نفس الأمر ينطبق على G و G كما ترى فأسماء البراندات ممكن أن تكون فيها هذه الخدعة يعني تكون مثلا بها حرف G و G لذلك يجب أيضا تجنبه نفس الأمر بالنسبة لحرف K و Q و C هذا الأمر سوف أتحدث عنه إن شاء الله لاحقا عندما سوف أبدأ بشرح الأكرونيمز أو الضمينات التي تحتوي على حروف فقط لذلك إن شاء الله ركزوا معي إن شاء الله في الشرح وسوف تفهمون جيدا الطريقة التي سوف نقوم بنهجها كذلك نقطة أخرى نسيت أقوم بوضعها هنا هو أنه يعني إن كنت تتمتلك طمينات يعني بها كلمتان فلا يجب أن تقوم بمثلا وضع كلمتان والحرف الأخير الذي ينتهي به الكلمة الأولى هو نفسه نفس الحرف الذي يبتدئ به الكلمة الثانية هذا الأمر نبهت عليه كثيرا لكن يجب أن أقوم بإعادة ذكره مرة أخرى هناك العديد من العناصر الأخرى التي لم أستطع أن أقوم بذكرها نظرا لأنها كثيرة بعض الشيء لكن لا تقلقوا فسوف أقوم بمساعدتكم على أن تقوموا بإجتاز خاصية الراديو تاست لذلك ركزوا معي لأنني سوف أقوم بشرح لكم بعض الطرق التي سوف تساعدكم على أن تقوم بإختيار أسماء براندات وأسماء ضمينات تجتاز خاصية الراديو تاست إذن كيف سوف تتأكد بأن الضمين الخاص بك يحترم هذا المعيار الذي هو Pass the Radio Test بكل بساطة إن كنت مثلا تمتلك ضمين أو أنك مثلا تريد أن تقوم بشراء ضمين من أجل أن تقوم بإعادة بيعه لاحقا سوف تقوم بكل بساطة بقراءة الضمين الخاص بك بصوت عالي وتطلب من صديقك أن يقوم بكتابته مثلا تمتلك ضمين اسمه Physio.com سوف تقول لصديقك قم بكتابة Physio بكل بساطة و سوف ترى هل كتبها بنفس الطريقة التي تريد أن تمتلك شرائها أو أنه مثلا كتبها بطريقة خاطئة مثلا أنت كتبتها بالY وهو كتبها بالI أو أنك مثلا قمت باختيار ضمين مثلا اسمه جوماكو دوت كوم مثلا جوماكو دوت كوم أنت كتبتها بحرف K وهو قام بكتابتها بـ Q شخص ما سوف يقول لي ماذا إن كان فقط هو الشخص الوحيد الذي فكر هكذا وأنا فكرت فيها بطريقة أخرى هنا صديق العزيز أقول لك لا تقوم بإقناع نفسك بشيء أنت غير متأكد منه لأن صديقك مدام أنه فكر بهذه الطريقة فمن الممكن جدا أن حتى الزبائن الآخرون ممكن أن يقوموا بتفكير بهذا الأمر لذلك سوف تحاول جاهدا أن تبتعد عن أي شيء يشكل لك هذا المشكل وأي شيء مثلا يجعلوا من الزبون يقوموا بالحصول على confusion من حرف أو حرفان ولا تقلقوا فجميع هذه الأمور سوف نتطرق إليها إن شاء الله لاحقا بطريقة تطبيقية أتمنى بأن هذه النقطة واضحة جدا النقطة الثانية هو بكل بساطة أنك سوف تقوم باستعمال Siri إن كنت تمتلك iPhone يعني أنك تقوم بالضغط على Siri نعم يعني إن كنت تمتلك في iPhone سوف تقوم بالضغط على Siri وسوف تقوم بقراءة الضمين الخاص بك وسوف ترى هل Siri قام بكتاباتها بالطريقة الصحيحة كما تفكر أن تقوم بشراء ذلك الضمين وسوف ترى بكل بساطة هل قام بكتابتها بنفس الطريقة إن قام بكتابتها بالشكل الصحيح فهذا يعني بأن الضمين الخاص بك ليس فيه أي مشكل لكن إن كتبها بطريقة خاطئة فهذا يعني بأن الضمين الخاص بك ممكن أن يكون به مشكل وحتى إن كانت الإنجليزية الخاصة بك والنطقة الخاصة بك غير سليم فالأمر سهل جدا فقط تقوم بكتابة الضمين الخاص بك على موقع جوجل يعني تقوم بكتابة مثلا الفيزياء أو مثلا جوناكو أو أي شيء من هذا القبيل مثلا تقوم بكتابة الحرف أو الضمين الخاص بك على جوجل ثم تقوم بالضغط على أن يقوم جوجل بقراءة هذا الضمين يعني تطلب من جوجل أن يقوم بقراءة هذا الضمين أنه في نفس الوقت تقوم باستعمال سيري من أجل أن يقوم بتسجيل ما قام بقراءته جوجل إن قامت سيري بكتابة الحروف بشكل الصحيح فهنا أنت تجتاز الراديو تست إن لم يقوم بكتابتي بالشكل الصحيح فالأمر بسيط جدا فأنت لا تحترم المعيار الخاص بالراديو تست إذن هذا بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون آيفون إن كنت تمتلك مثلا جهاز حاسوب أو أندرويد ففقط تقوم بفتح جوجل تقوم أنت بقراءة الضمين الخاص بك وترى هل جوجل قام بكتابته بالشكل الصحيح أم لا إذن أتمنى بأن الأمر أصبح واضح جدا دائما قموا بالتركيز على خاصية الراديو تست يجب دائما أن الضمينة الخاصة بكم يعني تجتاز خاصية الراديو تست يعني أنها لا يجب أن تكون صعبة في النطق وكذلك لا يجب أن يكون فيها حروف هذه الحروف قد تشكل confusion للزبون المحتمل أو للزبائن الذين سوف يقوموا بالعمل بهم هذا الزبون المحتمل أتمنى بأن شرحي واضح جدا ترقبوا درس آخر حول المعايير التي يجب علينا احترامها عندما نقوم باختيار أسماء البرندات إن فهمتم هذه المعايير فتأكد معي بأن الضمينات الخاصة بكم سوف تكون قوية جدا سوف تقوموا إن شاء الله ببيعها بالألاف من الدولارات إذن شكرا لكم على المتابعة وتحية لكم لا تنسى الاشتراك في القناة ولا تنسى تفعيل زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد لا تنسى أيضا الانضمام إلى مجموعتنا على فيسبوك وكذلك عمل فولو على حسابي على انستغرام إذن تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته